السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. ناس كتير عندها مشكلة في الدخول للريكاوري بتاع موبايلات سامسونج. انا شخصيا من ساعة ما جبت الموبايل ده حاولت ادخل على الريكاوري اكتر من مرة. وفي كل مرة بالطريقة المعروفة ان انا ادوس على البور وزر رفع الصوت والجهاز مقفول ما كنتش بعرف ادخل على الريكاوري. وبعد بحث طويل توصلت المعلومة وهي ان في بعض الموبايلات من سامسونج بالذات لها طريقة مخصوصة للوصول الريكاوري وهي كالتالي. هنمسك الموبايل وهو مفتوح بالشكل ده. وندوس على زر الباور وزر خفض الصوت لمدة عشر ثوانيه. وننتظر لحد الموبايل ما يقفل. بعد كده نوصل الموبايل من كمبيوتر او لابتوب. او اي شاحن بطيء ماينفعش الشاحن الفاسط بتاع التليفون. يفضل كمبيوتر او لابتوب. او لو عندك مخرج اس بي في الشاشة او مخرج اس بي في الراوتر. هينفع برضو. نوصل الموبايل بالشكل ده. هننتظر بعد التليفون ما يقفل لمدة تقريبا عشر ثواني. بعد كده هندوس على زر الباور وزر رفع الصوت مع بعض. ونفضل دايسين لحد ما التليفون ما يفتح ويدخل على بالشكل ده. وزي ما احنا عارفين طبعا ان الاختيارات فيه تنقل بين الاختيارات بزر رفع الصوت وخفض الصوت. والاختيار نفسه زر الاوكي هو زر الباور. زي ما احنا شايفين نعمل كليل الكاش. ننزل لتحت نختار ياس. نضغط زر الباور للاختيار. بعد كده نرجع للقايمة الرئيسية. ونعمل ريبوت للجهاز. وكده نبقى شوفنا طريقة الدخول لريكاوري للموبايلات سامسونج. وعرفنا الشرط الاساسي اللي هو نعمل اغلاق ازاي من التليفون. ونفتح تاني مع توصيل الكابل. ودي نقطة مهمة جدا بعض الموبايلات. ونبتدخلش على الريكاوري غير بيها. شكرا للمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.